اهلا وسهلا بحضراتكم الأستاذ الدكتور عبد الحليم أنديل في ضيافة أخر النهار مساء خير يا جزعب حليم مساء نور مساء حضرتك الحمد لله الحمد لله مشرف ومنور ودائما بنسعد بتوجدك معنا ربنا يا فتح جزعب حليم نهاردة سبعين يوم بالتمام والكمال أغلقناهم في صفحة العدوان الإسرائيلي على غزة ولا جديدة يذكر ولا قديمة يعان إسرائيل مستمرة في عدوانها بل كتفته ووحشيته وسفلته بن قصين تزيد ضاربة بعرض الحق كل الأعراف وكل الغضب التولي والشعبي وحتى الأممي والعجز الغربي عن إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية كمان مستمرة زي ما هي في تقديرك السيناريو ده مرشح للاستمرار الدئيه وتوجهاته ممكن تبعى عاملة زي يعني أولا دعني أستعير بعض ما ذكرت أنت في أول برنامج عن تعريف كل الأشياء السلبية في هذا العالم أنها تساوي بالضبط إسرائيل الإرهاب وهو المصطلح الذي يكسر استخدامه أنا أذكر أن كتبت مقالا قديما في تعريف الإرهاب قلت أنه الإرهاب كالحب بلا تعريف كالحب وبالمناسبة الكراهية زي المواد ده كلها مشاعر إنساني فالإرهاب كالحب بلا تعريف كل يعرفه من وجهة نظره ومن وجهة نظر مصلا صحيح وآية ذلك أنه على مدى طويل جدا من عمر التحر الوطني نحو مائة سنة خاصة في القرن العشرين كان كل مقاوم من أجل تحرير بلده يعد إرهابيا في نظر الغرب ولماذا نظر الغرب كان مهما؟ لأن الغرب كان يملك كل شيء التقدم الصناعي التكنولوجي التسليحي أيضا يملك نظريات الأدب والفن والثقافة والزوء ويعني على طريقة دهشة رفاعة رفع تغطوي حين ذهب إلى باريس صحيح أم النور يعني كان يملك وما يزال كان يملك وما يزال كان يملك منفاردا هذا هو الوضع الذي تغير في الاربعين سنة الأخيرة إذا اتسع مفهوم العالم بحيث أصبح يتجاوز رقعة الغرب أو حتى رقعة الشمال بكامله وصلنا نشهد نهضة الشرق ونهضة الجنوب في بعض قطاعاته والحقيقة هذه النهضات متصلة من الصين حتى البرازيل يمكن أفريقيا والعرب وعوا من أعر الأفة في هذا التطور الجزري في تاريخ العالم الذي جرى في الـ 140 سنة الأخيرة إيه جوهر هذا التطور؟ جوهر هذا التطور أن قطاعات أخرى من عالم المستعمرات القديم الممتد من آسيا إلى أمريكا اللاتينية نهضت وامتلكت ذات القوى المادية والتقنية التي يمتلكها الغرب بخلال الخامسة كورون الأخيرة ومن ثم تشقق تشققت هيمنة الغرب بالإلهام والإحاء والقوة على العالم وطبعا ما نشهده الآن يجري في سياق هذا التحق من حرب أوكرانيا إلى حرب غزة ويمكن أمريكا بصفتها قيادة الغرب منذ الحرب العالمية الثانية قالت إليها قيادة الغرب شعورها بالقلق على المصير هي شعور شخص مهدد بالنزول عن قمة العرش لأن أمريكا الآن في الحال وفي الاستقبال مرشحة لأن تنزل عن عرشها الوحيد المهيمن دوليا إلى أن تكون قوة عالمية بين متعددين ليست أولاهم هذا جوهر التحول هتبقى قوة مش القوة هتبقى مش القوة العظمى بالألف اللام التعريف قوة عظمى بين متعددين هذا جوهر التحول والذي هي طبعا تتصرف في اتجاهه بروح محمومة جدا يعني هي روح الثور عندنا في الريف المصري الألف بحري الذي عشته فكرة تقول لك حلوة الروح يعني الثور بيكون في زروة عنفه وإطاحته بكل ما حاولوا لحظة الزبع تمام فلحظة السكين وهي تنزل على الرقبة هذا هو الشعور بالضبط الذي تحسي به أمريكا ولذلك فهي تتخبط وتضرب في كل اتجاهه كوي فيما خاص الموضوع الذي نناقشه وتحولاته الدولية أنا نلاحظ أن خلال 71 يوم أو 70 يوم اللي فاته جرى تحول جوهري إيه التحول الجوهري أنه نحن في دهشة في وسط دهشة ما جرى وآثاره لاحظنا أن الغرب كله يقف صفاً وحيداً وراء أمريكا ووراء إسرائيل وطبعاً كان ذلك مفهوماً لأن إسرائيل في النهاية قطعة من الكيان الغربي قطعة مما يسمونه من مزدوجين الحضارة الغربية ولذلك هي سيونية حركة غربية في الأساس ومدام قالت قيادة الغرب فقالت إلى أمريكا ما نشهده بعد 70 يوم أن الغرب نفسه صار يتناء عن أمريكا على مجتين موجة أوروبية في بعض الدول التي لها تراث استقلالي نوعاً ما ثقافي كأسبانيا أو سياسي كفرنسا هو بلجيكا وغيرها ثم بعد ذلك زحف الأمر إلى الدائرة الأديق في الهيمنة الأمريكية وهي دائرة الأنجلوساكسونس الدائرة الأنجلوساكسونية من الدائرة الأنجلوساكسونية؟ دول خمس دول أمريكا وكندا ونيوزيلندا وستراليا وبريطانيا ما نشهده الآن أن أمريكا صارت وحيدة في رفض وقف إطلاق النار هذا معنى وقف العدوان لأن كندا وستراليا ونزللندا قبل أيام أصدرت بياناً طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار المشتدى اليوم وأول أمس أول أمس ريش سناك كان أول مرة يتحدث عن وقف إطلاق نار المشتدى بريس وزراء بريطانيا اليوم الصدي تايمز البريطانية نشرت مقالة مشتركة لوزير خارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون وده كان رئيساً للوزراء من قبل من حزب المحافظين ولوزيرة الخارجية الألمانية أنا لينا بيربوك بيقول إيه المقال بيطالب بوقف فوري لإطلاق نار مشتدى وبريطانيا امتنعت على التصويت في جلسة مجلس الأم طبعاً بريطانيا امتنعت فأنا بقول كده ليه بقول كده لكي لا نعول كثيراً على كلمات الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي كان الله فعونه في الظروف الصحية أو العقلية أو غيره الرئيس الأمريكي يشبه روبوت قليل الزكاء لا تصدر عنه أصوات وإنما تصدر له أصوات لا تصدر عنه وإنما تصدر له تصدر له ومنه أصوات وبالتالي لا يجب أن نعول كثيراً لأنه البعض مع إبداء جو بايدن الرئيس الأمريكي امتعاضه من سلوك نيتانياهو تصور أن هناك انقلاباً سيحدث في الموقف الأمريكي لكن لا نلاحظ أن الرئيس الأمريكي قال ذلك في اجتماع مع عدد من قيادة الجالية اليهودية الصهيونية في أمريكا في البيت لابيض في عيد الحنوكا وقبل قوله بضرورة تغيير سلوك حكومة نيتانياهو وتغيير حكومة نيتانياهو نفسها كانت واشنطن تصوت وحيدة في مجلس الأمن في الخمسطاشر الدولة بالفيتو على قرار لمجلس الأمن بالإجماع تقريباً يطلب وقف إطلاق النار الفوري وبعد هذا القول بيوم كانت واشنطن أيضاً تصوت في الجمعية العامة لأم المتحدة على مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار صادر عن الجمعية العامة لأم المتحدة صوتت له 153 دولة وخجلت بريطانيا نفسها وبالتالي بقيت دول أنجلوساكسون من التصويت فامتنعت عن التصويت